اهلا بالجمهور الكريم في الحلقة الماضية وكإجابة على أسئلتكم تحدثت عن الذكر والصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى كما جاء في سورة الأعلى ورأينا كيف مر الفقهاء الإسلام مرور الكرام بالحديث عن هذه الصحف الأولى واختصروها فيما قد يوجد فيها من حكم ووصايا كما قال الشيخ الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إضاح القرآن بالقرآن من جملة ما في تلك الصحف بين القوسين بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى كقول الإمام ابن جرير الطبري في ترجيحه لما في تلك الصحف هذا المرور الناعم على تعريف هذه الصحف الأولى جعل الباحثون الغربيون المهتمون بالدراسات الإسلامية يحاولون فك شفرة ما يشير له القرآن في الآيات التي سبق ذكرها البقرة 136، العمران 84، النجم 36-37، وأخيرا الأعلى 18-19 فتقدمت الأستاذة جوبيلو بفرضية تبدو مترابطة حيث قالت إن الصحف الأولى هي إشارة لوصية إبراهيم نوتستامون دابغاها وهي من كتب الأبوكريفة غير المعترف بها كنص مقدس يتحدث عن اقتراب موت إبراهيم الخليل وعروجه للسماء لرؤية أهوال يوم القيامة ومن أجل كتابة وصية لأبنائه وخدامه لكن إبراهيم الخليل رفض بعناد كتابة هذه الوصية وهذا النص لا يعترف به اليهود والمسيحيين فقط يهود إتيوبيا بيتا إسرائيل يعترفون به أما بالنسبة لصحف موسى ترى الأستاذة جوبيلو أنه إشارة إلى صفر اليوبيلات وهو كتاب منحول كذلك إشارة لنسخة أخنوخ الإتيوبية والذين تعترف بهما فقط الكنيسة الأرثوذكسية الإتيوبية وختمت الحلقة بالقول أنه لو صحت هذه الفرضية فهذا يعزز فكرة تأثر النص القرآني بالثقافة الإتيوبية في هذه الحلقة نقف على كمية النصوص القرآنية التي تتحدث عن اليهود والنصارى مقارنة بالنصوص التي تتحدث عن الوتنية للخروج بنتائج مقبولة تفيد في التعريف أو التعرف على البيئة التي ولد فيها الإسلام هل هي فعلا بيئة وتنية أم بيئة موحدة تنصهر فيها ثقافات التوحيد من يهودية ونصرانية بحسب الرواية الإسلامية وكتب السيرة فإن مشمع قريش كان وثنيا في معظمه فيتعايش مع فئة صغيرة من اليهود والنصارى والأحناف دون أن تؤثر هذه الفئة بشكل واضح على حياة أهل قريش المشمع الذي ولد فيه الرسول وبعد جهره بالرسالة ودعوة هذه المشمع لعبادة الله قوبل بالرفض والمضايقة ولم يستطع الرسول في الفترة المكية التي دامت حوالي 12 سنة من إقناع فئة كبيرة من المشمع القريشي بقبول دعوته فقط مجموعة صغيرة لا تتعدى مئة شخص معظمها من العبيد والموالي مما اضطره للهجرة برسالته إلى يترب وربما كان مجتمع يترب أكثر تحضرا وتنوعا في العقيدة لكنه لا يمكن أن يكون عكس الثقافة السائدة في قريش حيث الأقلية هي المجموعة الوتنية وهذا ما نصنبطه من الروايات والأحاديث التي تتحدث عن مجتمع الجزيرة العربية على العموم وبالتالي من المفروض أن تنعكس هذه الخلفية التقافية على النص القرآني نفسه لكن الإشكالية نجدها في النص القرآني بحيث لا يتحدث بوضوح عن المجتمع الوتني ولا يعطيه أهمية ذكر فذكر الأصنام جاء في خمس آيات فقط وهي الآية 138 من صورة الأعراف وتتحدث عن قصة موسى والآية 74 من صورة الأنعام و35 من صورة إبراهيم و57 من الأنبياء و71 من صورة الشعراء فكلها تتحدث عن قصة إبراهيم الخليل والأصنام عند قومه إذن لا علاقة لذكر الأصنام بالمجتمع القريشي أما بالنسبة لأسماء الأصنام في القرآن فنجدها في ثلاث آيات فقط في صورة النجم آية 19-20 أفريتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هنا يمكن قبول هذا المقطع كإشارة للوتنيين في مشتمع قريش بما أن الصورة مكية بحسب علماء الإسلام لكن هذه الآلهة لم نجد لها أي أثر في مكة والمدينة فهي فعلا آلهة كانت تعبد في مملكة الأنباط ومملكة تدمر بقرون قبل الإسلام لكن لا يوجد أي شيء يذكر بخصوص هذه الآلهة في القرن السابع الميلادي ولا نعرف بحسب التاريخ المادي أي شيء عن طقوسها وتراتيلها والتمجيدها والصلوات تقديسها فكل ما وصلنا عنها جاء في روايات تعود للعصر العباسي معظمها في كتاب الأصنام لابن الكلبي المتوفى سنة 204 هجرية أما في الآية 23 من صورة نوح وقالوا لا تدرون آلهتكم ولا تدرون ودا ولا سواعا ولا يغوتا ويعوقا ونسرا فهي أصنام كانت تعبد في زمن نوح كما يتضح من سياق الصورة وقول ابن عباس هذا لو قبلنا جدلا بوجود فئة من المجتمع القريشي تعبد الله والعزة ومنات ننتقل الآن لذكر الأوتان في القرآن حيث جاء في صورة الحج الآية 30 فالجانب الرزة من الأوتاني والجانب قول الزور وفي العنكبوت 17 و25 وكلها تتحدث أيضا عن قصة إبراهيم الخليل إذن القرآن وبشكل واضح عندما يذكر الأصنام والأوتان فالقصد في مجمله هو عبادتها في قصص الأنبياء القديمة وعلى رأسها قصة إبراهيم مما يدعم بقوة الإشارة للتغيير العظيم في حياة أبو الأنبياء إبراهيم الخليل من شخص وتني يعبد الأصنام والكواكب والنجوم إلى مؤمن بالله واليوم الآخر وهذا واضح جدا في صورة الأنعام 76 إلى 79 خاصة عندما يشهد عن نفسه أنه حنيف وليس من المشركين في الآية 79 وكلمة حنيف حنيف معناها باللغة السوريانية من أصل وتني ففي صورة الصافات الآية 85 86 و95 96 وفي صورة الأنبياء دار إبراهيم على عبادة هذه الأصنام وكسرها كما جاء في الآيات 51 إلى الآية 70 وهي قصة مذكورة في مدراش ربا اليهودي إذن مرة أخرى الحديث في أغلبه عن عبادة الأصنام يتعلق بقصة إبراهيم الخليل وقومه وبموجب هذا الكم الهائل من الآيات التي تستحدث عن الأصنام والأوتان يمكن القول أن المجتمع الذي ظهر فيه القرآن ليس بمجتمع وتني في مجمله بل ربما فئة بسيطة جدا كانت وتنية وليس لها أي تأثير يذكر على سياق وأحداث قصة القرآن نكتفي بهذا القدر ونواصل الموضوع في الحلقة القادمة فكونوا معنا